أعوذي من الطريقين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وصلوا لسم الله رسول الله تحليل البيئة هذه ما تحليل البيئة الوحدة الأولى منها وسمه الغلاف الجوي ونواصل في دراسة تفاصيل هذه الوحدة والتكوين الغلاف الجوي الغلاف الهوائي أو الأتموسفير هو الغلاف الذي يحيط بين كرة الأرضية على بعد ما يغارب ألف كيلومتر يعني لو قلنا الأرض هنا إذا كان هذه هي الأرض فهو على ارتفاع ألف كيلومتر أو يحيط بالكرة الأرضية على بعد ألف كيلومتر يتفاعل مع الأقلف الأرضية موكوين دورات غازية أو غاز سايكلز وهذه الدورات أربعة الدورات هي الدورة النايتروجينية نايتروجين سايكلز ودورة الفسفورية فسفور سايكل ودورة الكربونية كاربون سايكل والدورة المائية ووتا سايكل فندرس كل منها بالتفصيل في الشرائح الغادم إن شاء الله كل الدورات أعلى وتتفاعل مع بعضها مكوين ما يسمى بدورة الحياة فهي تتفاعل مع بعضها لتعطينا دورة الحياة الكاملة لأنها تؤثر على الطقس والحياة التي من حولنا وتؤثر على البياء أيضا أي اختلال للتفاعلات والاتزانات الكيميائية والطبيعية يؤدي إلى تلوث الغلاف الجوي يعني أي التلوث الغلاف الجوي معنا تناتج من إيش؟ من الاختلالات الموجودة في أي التفاعلات والاتزانات الكيميائية الدورة النايتروجينية قاز النايتروجين بشكل 78% من الغلاف الجوي دورة النايتروجين هي التغيرات وحركة مستمرة لجزايات النايتروجين في الكائنات الحية الكائنات الحية والغير حية يعني وجود النايتروجين في كائنات حية وغير حية الكائنات الحية تحتاج الناتج للصنع البروتين يعني للصنع البروتين لكي تعيش والنباتات للصنع الكلوروفيل لكي تعيش يعني كلهما لكي يعيش الحيوانات تحتاج البروتين هنا والنباتات تحتاج الكلوروفيل وكلاهما تحتاج النايتروجين في صنع البروتين أو الكلوروفين التستمر في الحياة لا يمكن لمعظم الكائنات الحياة استخدام غاز النايتروجين وهو خام لازم يكون في عبر وسيط أولا يكون غاز النايتروجين ثابت غاز النايتروجين يجب أن يكون ثابت بحيث يمكن استخدامه داخل الدورة النايتروجينية تثبيت النايتروجين هو عملية دمج غاز النايتروجين مع عناصر أخرى لتكوين مركبات النايتروجين مختلفة فهنا تعريف لتثبيت النايتروجين ما هو تثبيت النايتروجين هو عملية دمج النايتروجين مع عناصر أخرى لتكوين مركبات النايتروجين مثلا نجيد زي الأمونيا مثلا هذا اتحاد النيتروجين مع الهيدروجين ندينا الأمونيا طيب البرق والإشعاع الشمسي والبكتيريا تحتبر من الطرق التي تثبيت النيتروجين وتدميجها ومع عناصر أخرى فقلنا أن النيتروجين بالصورة الخامة الحيوية لا يستفيد منه لكن لازم يكون فيه وسيط ولازم يوثبت ولازم يدمج مع مركبات أخرى إذن هناك وسائط أو أشياء البرق الإشعاع الشمسي والبكتيريا تقوم بتثبيت النيتروجين يتدمجه مع عناصر أخرى لكي يستفيد منه الإنسان والحيوان معا البكتيريا في التربة تحول النيتروجين إلى أمونيا تحول النيتروجين إلى إيش؟ أمونيا أو نترات NO3 هذه أيون النترات النباتات تمتص الأمونيا والنترات لكي تنمو النباتات تحتاج النباتات لنمو ومن التربة من التربة هنا التربة وهذا النبات فيحتاج أنه يمتص النترات النترات أي هنا النترات هنا والأمونيا أيضا لكي تنمو ترجمة نانسي قنقر